شكراً صديق عدرزاق تحية للجميع مرحباً بكم في هذه الندوة وشكراً لكم على حضوركم إذن تنظم الهيئة الوطنية لمساندة معتقال الرأي وضحايا انتهاك حرية تعبير هذه الندوة الصحفية لتصلية الضوء على وضعية معتقال السياسيين ببلادنا على ضوء المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية فعلى مستوى الساحة الوطنية وخلال شهور الثلاثة الأخيرة يمكن تسجيل ما يلي استمرار الحرمان من الحرية بسبب الرأي لجميع المعتقال السياسيين وعدم الإفراج عن أي منهم باستناء من أنهى عقوبته الظالمة مثل معتقال الرأي المعروف بملحانوت الذي نهنئه باسترجاع حريته بعد أداء الضريبة التعبير الحر عن أرائه ولازال كل معتقال سياسي في السجون رغم أن فارق العمل الأممي المعني بالاعتقال استعث في طالب بالإفراج عن كل من تدارس ملفاتهم اعتقال نشطاء ومناظرين آخرين في الأيام الماضية ومن ضمنهم من ناقب محمد زيان الدكتور محمد بعثو والمدون ياسن بن شقرون المعروف بياسن طوار والمواطن السعودي المطلوب لتسليم من طرف سلطات بلاده والذي تطالب الهيئة بعدم تسليمه لما يشكله ذلك من انتهاك لمقتضيات اتفاقية منهضة تعديب التي صادقة عليها المغرب لأن المعني بالأمر مهدد بممارسات تدخل ضمن نطاق التعديب كما هو مهدد بحكم الإعدام بسبب آرائه ومعتقداته ثالثا استمرار المحاكمات السياسية والنطق بالأحكام على أساس محاكمات لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة ومن بينها النطق بالحكم في قضية المدافع للحقوق الإنسان الدكتور ردى بن عثمان بثلاث سنوات سجنة وغارمة خمسة لفدرهم وانطلاق محاكمته الاستئنافية الأسبوع الماضي رابعا وجود عدد من المعتقلين السياسيين في ظروف سيئة داخل السجون كمحاولة الضغط على عمر راضي عبر بعض السجناء والإضرب طويل عن الزيارة الذي خطه سليمان الرسوني بسبب ما تعرض له من حجز كتبه ومخطوط روايته وكذا معاناة معتقال ردى بن عثمان من ظروف سيئة خاصة في البداية خامسا قرار بمتابعة جديدة لمعتقلة الرئيس سعيد العالمي وهي في السجن التي أشعرت في السعر الماضي أنها متهمة بإهانة الهيئة القضائية هكذا نرى أنها تتابع أيضا على صريحاتها أمام المحكمة خلال محاكمتها التي كانت هي بنفسها محاكمة جائرة انتفت فيها معايير وضمانة المحاكمة العادلة ونتجت عنها أحكام ظالمة كما أنها مرت في ظروف صعبة بسبب الإضرب عن طعم طويل الذي خطته سعيد العالمي في السجن بعد اعتقالها والذي أثر على صحتها الجسدية والنفسية كما أن اعتقالها في حد ذات اعتقال تعسفي لم يتكز على أي سند قانوني وستتابع الهيئة هذه القضية الجديدة التي تتابع بها معتقلة الرأي المدونة سعيد العالمي كما ستنجز تقريرا مستقبلا يكون شاملا على وضعها وعلى مختلف الخروقات التي عرفتها محاكمتها أما على المستوى الدولي وعرف هذا الأسبوع اهتمام الرأي العام الدولي بوضعية معتقالين سياسيين بالمغرب بفضل القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي الخامس الماضي والذي عبر فيه عن إدانته للسلطات المغربية بسبب سياستها القمعية اتجاه الصحفيين وانتهاكها لحرية استعبير وتوظيفها التهم ذات المضامن الجنسية للزج بالصحفيين والمناضلين في السجون وغيرها من الممارسات التي تعتبر انتهاكا صارخا للحقوق والحريات وهو القرار الذي سيتم تقييمه وتحليل مضامن في الجزء الثاني من هذه الندوة وقد أصدرت الهيئة بيانها للتعريف بموقفها اتجاهها وهو متضمن في ملف الندوة باللغتين العربية والفرنسية وقد أشار قرار البرلمان الأوروبي إلى عدد من معتقالين سياسيين وخاصة الصحفيين توفق بوشرين وسليمان ريسوني وعمر راضي وتطرق أيضا لمعتقال الريف وخاصة بالذكر المعتقال سياسي ناصر زفزافي الذي كان من بين المرشحين ثلاثة لجائزة تخارف التي يملحها البرلمان الأوروبي مع الإشارة إلى المؤرخ معطي منجيب الذي غادر السجن في حالة صراحي المؤقت ولا زال متابعا وممنوعا تعسفيا من غادر الترب الوطني ومن التصرف في أمواله ومتلكته وأيضا هو مهدد بالطرد من العمل لقد قررت للجنة أن تركز في تقريبها هذا على هؤلاء المعتقال السياسيين الذين تتابع أوضاعهم ولم يتم تذكرهم أو الاهتمام بهم في المقرر المذكور ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ ناقب زيان والدكتور بعث والمناضي الحقوقي رضا بن عثمان والآخرين أولا فيما يخص قضية معتقال الرأي الناقب محمد زيان سابعة الهيئة مسلسل الطهاد وانتهاكات التي تعرض له وزير حقوق الإنسان السابق الناقب محمد زيان منذ دفاعها عن بو عشرين وزفزافي وعفاف برناني ثم صريحاته المطالبة بحل مديرية مراقبة التراب الوطني وتقديم وزير الدخلية شكاية ضده بسببها حكم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافدا اترى متابعته من طرف النيابة العامة بسبب هذه الشكاية الأخيرة وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا حيث عقدت المحكمة الاستئنافية جلسة واحدة بتاريخ سبع نوفمبر 2022 وبتاريخ 21 نوفمبر 2022 الموعد محدد لجلسة النطق بالقرار السئنافي وبعد ساعة واحدة من النطق به قمض على النقيب زيان من طرف أزيد من عشرين عنصر أمل بزي مدني اقتحموا مكتب محامي أثناء تخبره معه دون تقديم أي قرار قضائي يسمحوا باعتقاله فيما يلي تعرضها إذن تقريرا من بعد أبرز الانتهاكات للحقوق الدستورية للنقيب محمد زيان سأكتفي بعناوين الخروقات لكي لا أطل لأن هناك تقرير مفصل بالفصول وبالتهاكات بشكل مفصل سيتم توزعه على الحضور الكريم إذن بشكل مقتضب هذه الخروقات أولا خرق الفصلين 23 و25 من الدستور والاعتقال تعسف النقيب محمد زيان والاعتداء على حريته في إبداء الرأي سبق لي سيد وكي العام للمالك لدى محكم السينف بالرباط أن أعلن في بلاغه الصادر بصارف 21 نوفمبر أنه قام بتكليف مصالح الشرطة القضائية المختصة بإلقاء القبض على النقيب محمد زيان وإداعه السجن تنفيذاً لمنطق القرار السئناف المذكور غير أنه بعد الاطلاع على نص القرار السئناف المشار إليه في البلاغ المذكور فإن الهيئة تبتت من عدم وجود أي مقتضى يأمر بإلقاء القبض على النقيب زيان وإداعه السجن بحكم ذاك القرار وهو ما يجعل ما جاء في بلاغ النياب العامة منافياً للحقيقة وبإناء عليه فإن القبض على النقيب محمد زيان وإداعه السجن تم إبانه بشكل ينتهك الفصل الثالث والعشرين من الدستور بشكل صارخ كما أنه لم يسلم أي سند يبرر الاعتقال النقيب محمد زيان يطابق ما نصت عليه قانون المصطر الجنائية إلا بعد ثمانية أيام من الاعتقال وإلحاحي دفع النقيب زيان في طلب السند المذكور وتوجيهه رسائل بهذا الخصوص إلى مختلف الجهات المعنية وبالرجوع إلى المقرر الخاص المسلم إلى دفاع النقيب زيان بعد ثمانية أيام من اعتقاله والذي أمر بإلقاء القبض عليه وإداعه السجن تبين أنه مخالف لقانون المصطر الجنائية لصدوره بعد النطق بالحكم بالقرار الاستئنافي أي بعد أن رفعت غرفة الجناح الاستئنافية يدها عن القضية بقوة القانون وبناء عليه فإن الملتمس المقدم من طرف النياب العامة يوم الاثنين 21 نوفمبر 22 بعد النطق بالقرار السئنافي مخالف لمقتضاية قانون المصطر الجنائية كما أن المقرر الخاص صادر عن غرفة الجناح السئنافية بنفس اليوم بناء على مداولة ثانية بعد النطق بالقرار السئنافي والذي أمر بإلقاء القبض على ناقب زيان وإداعه السجن جاء مخالفا لمقتضاية قانون المصطر الجنائية يضاف إلى كل ما سابق أن المادة 414 نصت على أن المادة 392 من قانون المصطر الجنائية لا تطبق بكاملها أمام غرفة الجناح السئنافية بل تطبق فقط في مقتضاية الفقرة الأولى من هذه الأخيرة وحيث أن النقب محمد زيان طعن بالنقد في كل من القرار السئنافي الذي أيد الحكم المستئنف والقاضي عليه بعقوبة حبسية قدره ثلاث سنوات كما أنه طعن أيضا بالنقد في المقرر الخاص بإلقاء عليه وإدعاه السجن فإن استمرار حبسه بناء على مقرر مطعور فيه بالنقد يخالف صراحة المادة 333 من قانون المصطر الجنائية وبناء على كل ما سابق فإن الهيئة تعتبر أن وزير حقوق الإنسان السابق النقب محمد زيان معتقل بدون أي أساس قانوني يبرر سلبه حريته وهو ما يوافق تصنيفه معتقل سياسي من فئة الأولى تبقى لتصنيف فارق عمل أمم المتحدة المعنى بالاعتقال التأسفي كما أن الهيئة تعتبر أن محاكمة نقب زيان واعتقاله بسبب التعبير عن رأيه المطالب بحل المديرية العامة لمراقبة تراب الوطني هي اعتداء على حقه الدستوري في الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها بمقتضى الفقرة الأولى من فصل 25 من الدستور وهو ما يوافق أيضا تصنيفه معتقلا تعسفيا من الفئة الثانية تبقى لتصنيف فارق عمل الأمم المتحدة المعنى بالاعتقال التأسفي ثانيا تائما في ملف نقب زيان خرق الفصلين 119 و120 من الدستور وانتهاك قاعدة البراءة هي الأصل وحرمان نقب محمد زيان من محاكمة عادلة لقد اعتمدت المحكمة في مقرر الاعتقال التعليل التالي حيث تبين هذا منطق التعليل حيث تبين من خلال وقائع القضية أن الأفعال إجرامية المقترفة من قبل المتهم محمد زيان تكتسي خطورة إجرامية بالغة مما تبين أن المحكمة جزمت بشكل قاطع أن المتهم ارتكب فعلا جرميا واعتبرته مدنبا مع أنها تعلم يقينا بأن مقررها لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به في حين أن التعليل الوحيد المسموح به قانونيا هو تطبيق إجراء احترازي معين وهو ما يبقى المفتوحا أمام براءة المتهم ولا يلاقض الدستور قانون المسطر الجنائية واللدان ينصان على أن المتهم بريء إلى أن يصدر في حقه مقرر القضاء بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به مما يجعل المقرر خاص بالمشر إليه ألفا ينتهك الحق الدستور للنقي محمد زيان في كونه بريئا إلى أن تتبوت إدانته وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الوحيدة التي عقدت لمحاكمة النقي محمد زيان استئنافيا لم تستمع إليه المحكمة ولا إلى دفاعه وبعد الاطلاع على القرار السئنافي الصادر في 21 من نفس الشهر في أنه يتبين أن غرفة الجلسة السئنافية المصدرة للقرار المذكور لم تجري أي بحث أو مناقشة علنية للقضية وأنها لم تبني مقررها على حجج عرضت أو عرضت ونقشت شفهيا وحضوريا أمامها كما تنص على ذلك المسطر الجنائية كما أن القرار السئنافي لم يتطرق إلى الأحكام تمهيدية المستئنفة ولم يفصل فيها ومنها على وجه الخصوص طعن في مشروعية شكاية وزير الدقلية والطعن بعدم الاختصاص وفي الأخير بعد الاطلاع على شهادة تسليم السدعاء لجلسة 27 أفضل 22 إلى النقي محمد زيان تبين أن أجل 8 أيام الفاصلة بين السدعاء والجلسة التي اشترطته المادة 309 من قانون مصر الجنائية غير متوفر مما يترتب عنه بطلال السدعاء والقرار السئنافي حسب المادة المذكورة وبإنهاء على كل ما سبق فإنه يتبين أن عيوبا جوهرية اعترت جراءات محاكمة ناقب زيان أمام غرفة الجنح السئنافية على رأسها بطلال السدعاء والحكم وخرق قاعدة البراءة هي الأصل وغياب البحث والمناقشة الشفاهية والعلنية للقضية وعدم نشر الدعوة الابتدائية من جديد وعدم الفصل في الأحكام تمهيدية ولكل هذا فقد خلصت الهيئة الوطنية لمساندة معتقل الرأي لأن محاكمة ناقب زيان انتفت فيها أدنى شروط معايا المحاكمة العادلة وهو ما يعد انتهاكا جسيما لحقوقه التي يضمنها الفصل 120 من الدستور أما قضية معتقل الرأي محمد بعثو لقد تابعت لهيئة أيضا اعتقال تعسفي للدكتور محمد بعثو منذ اعتقاله فبتارك 31 أكتوبر 22 اعتقلت السلطات الأمنية المغربية بمكناس دكتور محمد عرب بعثو القيادة في جامعة العدل الإحسان ليتم تقديمه أمام الوكيل العامل الماليك بمحكمة الاستناف بمكناس الذي بدوره أحاله على قضاء التحقيق من أجلي للتجار في البشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدع هذا المنصوص منطق ديال المتابعة التجار في البشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدع وإساء استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وجناية هذه العرض أمثى باستعمال العنف وجلح الإخلال العالي بالحياة وممارسة الضغوط والإكراه الجلبي واستدراج أشخاص من ممارسة الدعارة تبقى لعدد من الفصول رأي مفصلة عندكم من المتعلقة بمحاربة العنف وأيضا بالقانون المتعلق بمحاربة العبد الضنسة أدرج الملف بعدة جلسات للتحقيق وصلت إلى سبع جلسات وآخرها جلسة يوم أمس لهذا فالهيئة تعبر عن قلقها اتجاه ما شاب الملف من الخروقات من بينها النيل من سمعة الدكتور بعثو وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه عبر تسري بخبر اعتقاله والوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به في خرق سافر لمبدأ قرنة البراءة ولمبدأ سيريا التحقيق ثانيا إجراء التحقيق معه في حالة اعتقال بالرغم من وجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره المنصوص عليه في قانون المستر الجنائية وأن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة ثالثا أن السياق العام لإقرار قانون التجارب البشر تم تقديمها أمام البرلمان والمصادقة عليه في دور في أسبوع تحت دارعة وجود إملاعات وضغوط دولية والذي جاء في إطار محاربة للتجارب البشر كجريمة عابرة للحدود الوطنية والدولية الخاصة بالمهاجرين ليتم الآن استعماله وتوظيفه سياسيا نتذكر أن أبو عشرين أيضا حكم بنفس القانون عدم دقة النصوص لمراد تطبيقه على الأفعال من سوبة لبعث سوء في خرق لمبدأ الشرعية الأمر الذي يعيد للأدهان قانون كل ما من شأنه ويفتح باب التأويل والتحكم على مصرعه خامسا أن صياغات نص القانون المتعلقة بالتجارب البشر تهدد حقوق وحرية أغلبية أفراد المجتمع المتشبع بتقافة التكافل والتعاون والتآذر ويجعل جميع المغاربة مشاريع متهمين إلى حين ويمس بحقوق النساء حيث يتم استغلالهن أثناء فبركة هذه المتابعات من خلال التشرير بهن والمس بسمعتهن سادسا قلقنا التجاه الهيمنة على المؤسسات المنوطة بها إجراء الخبرات المختبر الوطني الدرق المالكي مختبر الشرطة التقنية والعلمية ولنا شواهد في ذلك من خلال 2020 والراضي والرسوني لهذا تطالب الهيئة بالإفراج الفوري عن الدكتور بعسو ثانيا وضع حد المتابعات متكررة بقانون التجارب البشر والتوظيف المغرد للمتابعات متعلقة بالجرأة الجنسية للتضييق والتشهير بالنشطة الحقوقيين والسياسيين والصحفيين ثالثا إعادة نظر في قانون التجارب البشر من خلال العمل على تعديله بشكل لا يتم توظفه توظفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطة أو المعارضين أما قضية معتقل الرأي رضا بن عثمان فقد سبق للهيئة قدمت تقريرا مفصلا عن انتهاكات التي تعرض لها لهذا المدافع في ندوة صحفية سابقة لهذا سنكتفي هنا بتذكير المقتضب بما بها بمناسبة انطلاق محاكمته الاستئنافية التي أجلت جلستها الأولى إلى يوم 30 يناير 2023 فقد صدر الحكم التدائي على الناشط لحقوق الدكتورة بن عثمان يوم 7 نوفمبر 22 بثلاث سنوات وخمسة لفدرهم غرموا من المحكمة الابتدائية بالرباط ومن أهم ما سجلته الهيئة انعدام أي سند قانوني للاعتقال حيث حرم من حريته تعسفا بناء على أمر بالإداء في السجن صادر عن وكي الملك وهو ما لا يطابق أي من سندات الاعتقال المحددة حصرا في المسطرة الجنائية رفض كل طلبات إطلاق الصراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع أمام المحكمات دون أي تعليم ثالثا اعتقال بسبب ممارسة حق أساسي يكفل الدستور وهو التعبير عن الرأي انتفاء وانتفاء معايير المحاكمة العادلة من خلال حرمانهم الحضور في جلستين من جلسة محاكمته رفض جميع طلبات الدفاع دون تعليل واعتمدت المحكمة على ما قدمته النيابة العامة وحدها لم يتم تمكين الدفاع من الطلاع على مضمون القتل المدمج المتضمن الاتهامات من النيابة العامة لم يتمكن رضا بن عثمان من الطلاع على ملف قضيته لم يتم النطق بالحكم حضوريا وعلانيا لهذا تجدد الهيئة مطلبها بالإفراج الفوري عن معتقال الرأي الدكتور رضا بن عثمان وجعل حد لمحاكمته وفي الختام فإن الهيئة وهي تخص بالدقر بعد معتقال سياسي في هذا التقرير بهدف وضع الرأي العام في الصورة بخصوص مستجدات لهذا الملف فإنها تؤكد مجددا على تضامنها مع كل معتقال الرأي من ضمنه معتقال حرك الريف والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وتطالب بإطلاق صراحهم فورا كما تطالب بالإفراج عن كل معتقال الرأي والمحرومين من الحرية تعسفا والذين يوجد من بينهم عدد كبير من من صدر لصالعهم قرار من فرق العمل الأمم المعني بالاعتقال التعسفي يطالب الدولة بإطلاق صراحه كما تعتبر الهيئة أن الضربة التي تلقتها السلطات المغربية من البرلمان الأوروبي من خلال قراره المدين لسياساتها القمعية يتطلب التعامل معها بالحكمة والتعاقل وإن يظهر أنهم غائبان لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم الذي مس عائلات بأكملها بسبب ما تعرض له أبناؤها من اعتقال تعسفي وحرمان من الحرية دون أي مبرر قانوني ذلك أن الرد المطلوب والمنتظر هو الاعتراف بفشل هذه السياسة القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية الذي انفضح أمام العالم وإنهاء هذه المقاربة التسلطية في تدبير الصراع حول الأفكار والمشاريع المجتمعية في الفضاء العام وضمان سيادة القانون واحترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وشكرا